ثم قال شيخ الإسلام رضوان الله تعالى عليه قال والمسائل من مثل هل يرى الله تبارك وتعالى أو لا يرى رؤية الله في الآخرة وهذه المسألة لا يقول بها إلا أهل السنة فقط الخوارج كلهم والمعتزل بكل فرقهم والشيعة الزيدية والإثنى عشرية أيضاً والعباضية كل هؤلاء ينكرون رؤية الله في الآخرة ولا يرضون بها معتقداً لهم ما فيش ذلة قالوا عليها لدينا ما الصحيح هذا الكلام أهل السنة فقط انفردوا قالوا برؤية الله في الآخرة هل نكفر من لا يقول بالرؤية؟ سوف نسمع ماذا يقول شيخ الإسلام يعني بعض الناس يستحمق بجهالة لأنه ليس من أهل التحقيق ليس ممن يجوز له القول في دين الله بعلم وبصر فضلاً عن أن يكون له القدرة والأهلية في التبصير والتعليم أيها الإخوة يقول أنت تقول أحاديث متواترة إذن خلاص كفروا لا ليس هكذا جهة أن الله في جهة أو في غير جهة مسألة خطيرة جداً جداً خلق القرآن خلق أفعال العباد المسألة الأم الشهيرة من مساء الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة والقدرية في العموم هل العبد يوجد فعله أم الله يخلقه والعبد يكسبه أو شيء آخر أمر بين أمرين مساء خطيرة إلى غير هذه المساء لذكر ابن تيمية أي طائفة منها؟ هذا أكثر ما ذكر ثم قال جواباً عن سؤال هل نكفر بهذه المساء أو لا نكفر من خلفنا؟ وقطع بأنه لا تكفير لا تستطيع أن تكفر للشيعي والخارجي والمعتزلي بهذه المسائل وأشكالها لماذا؟ اسمعوا الفقه والتحقيق قال شيخ الإسلام سؤال هل هذه المسائل مما لا يقوم أصل الدين ولا يصح إلا بها؟ قلت نعم لا يقوم أصل الدين ولا يصح إلا بها؟ قال هذا باطل لأنه لو كان كذلك للازم رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أن يعلمها أصحابه وأن يستبين كيفية إيمانهم وقولهم بها أو فيها ماذا يعتقد أصحابه؟ في قضية خلق الأفعال في قضية رؤية الله في الآخرة في قضية خلق القرآن في قضية كذا وكذا الجهة والتحيز الأخري النبي لم يطرح هذه القضايا ولم يستفصلهم ولم يمتحن إيمانهم فيها تركهم جاءت الأمة بعد ذلك وشققت فيها القول وشعبت فيها شعوب الكلام وجعلتها معقد الإيمان والولاء والبراء أيها الإخوة كلام فارغ غير صحيح الدين أيسر من هذا بكثير الدين أيسر من هذا بكثير